مليون وسبعمائة ألف طالب وأكثر من ستين ألف أستاذ جامعي سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي بداية من هذا السبت بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للموسم الجامعي 2022-2023. افتتاح الموسم الجامعي يتزامن هذه المرة مع دخول المرسوم التنفيذي رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي حيز التنفيذ. هذا الأخير الذي حمل في طياته عدة إصلاحات لنظام الالمدي الذي لطالما كان محل انتقاد للسنوات. التعديلات الجديدة التي مست نظام التكوين في الأطوار الثلاث، الليسونس، الماستر، الدكتورة، تهدف إلى إرجاع القيمة العلمية لشهادات التعليم العالي من خلال رفع الأرصدة الخاصة بالانتقال من سنة إلى أخرى في سنوات الليسونس وإعادة تنظيم التكوين في الماستر مع إرجاع القيمة العلمية لشهادة مهندس دولة. وتشهد هذه السنة ترسيم التكوين في الطور الثالث ضمن مدرسة الدكتورة واستحداث دكتورة المؤسسة مع توحيد اسم الشهادة للتخلي تدريجياً عن شهادتي دكتورة علوم والمدي. الموسم الجامعي الجديد سيتكلل بإدخال أنماط متعددة للتعليم لم تكن موجودة من قبل، إذ سيتم اعتماد التعليم عن بعض بشكل رسمي بعدما لجأت إليه الوزارة منذ سنتين تفادياً لتوقف الدراسة في الأزمة الصحية. أما في الشق المتعلق بالتوظيف، فستجرى مسابقات توظيف الأساتذة وفقاً للتنظيم الجديد عبر منصة بروغرس، فيما لا يزال مشكل الدكاترة البطالين هاجساً يطارد القطع. وبالموازات مع ثورة القوانين التي شهدها قطاع التعليم العالي، عدة تحديات تنتظر الوزير الجديد لاجتياز موسم جامعي هادئ، لا سيما ما تعلق بملف إصلاح الخدمات الجامعية الذي لم يرى النور بعد، والقوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والباحثين.